بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله زيكم حبيبي عاملين إن شاء الله بكونوا كويسين وفي أحسن حال هنعمل مع بعض النهار ده وصفة حلوة جدا وصفة مكارونة بشاميل بس بالمكارونة لسبا جدتي أو بأي نوع مكارونة انت تحبيه شايفين شكلها عامل إزاي سايحة كده وي تحفة يلا نبدأ نقول بسم الله هنعمل هنجيب حلها ونحطها على البوتاجاز نحط فيها معلقتين من السمنة البلدي لأنها بتدي طعم حلو جدا للبشاميل أو أي نوع سمنة انت تحبيه وتفضلي هحمص الدقيق بتاعي في السمنة بالشكل ده تدي له تحميسة حلوة جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان طعم الدقيق ما يظهرش في البشاميل تمام بعد كده بقى هضيف له نص معلقة من الفلفل الاسود ولو عندك الفلفل اللي هو الأبيض اللي هو بديل الفلفل الاسود ده ممكن تضيفيه تمام لو انت مش حبة لون الفلفل الاسود يبان في البشاميل هقلبه كويس جدا مع الدقيق وأحمصهم كويس بعد كده هضيف كيلو من اللبن الحليب وأقلب بقى البشاميل طبعا إيدي تبقى فيه لأن علشان طبعا الدقيق ما ينزلش في قاعد حلة كده وتحرق مني فإيدي تبقى فيه وأقلبه تقليب كويس جدا هنزل كمان بمعلقة صغيرة من مرعة الدجاج ومعلقة من الملح وطبعا أضبط الملح بتاعي فيه البشاميل علشان باقي الأضافات هنضف لها ملح فما بقاش الملح زايد مننا تمام بعد كده هقلبه كويس جدا وكمان معايا أضافة حلوة جدا بتديله طعم حلو معايا فصين اتنين بس من التوم المهروس هنزل بهم على البشاميل بالشكل ده هما مش هيبانوا أصلا فيه البشاميل لكن هتدله طعم حلو هقلب كويس جدا البشاميل بالشكل ده بادئ يدخل على إنه يكون تقيل شوية هنزل بقى بكباية من الجبنة الرومي ويقلبها لغاية ما تسيح كده في البشاميل بتاعنا وهضيف كمان كباية من جبنة المتزغلة بس طبعا مش هتدله مطة ولا حاجة لكن هتدي طعم كده غني بتخليه طعم حلو بدي جبنة المتزغلة بس هي كانت متجمدة معايا فهتفك طبعا مع سخونة البشاميل وتدي له طعم حلو كده وغني تمام بعد كده بقى هبدأ بقى أعمل العصات بتاعي هنا معايا ثلاث بصلات هكون فرماهم في الكبه وهنزل بهم طبعا اللحمة على البصل والبصل ني أنا مش بدبل البصل أنا بحطه ني وكمان بحط اللحمة عليه ويبعصاجهم مع بعض وبضيف بقى معلقة فلفل اسود معلقة كصبرة ناشفة معلقة كمون معلقة بابريكا وأقلب كل المقونات دي مع بعضها بالشكل ده وبعد كده طبعا لغاية ما المكونات كلها تندمج مع بعض كده بكون مجاهزة بقى أكوب بيتين من عصير الطماطم أكون مصفيهم وأنزل بهم على العصاق بتاعنا بالشكل ده وأفضل أقلب فيه لغاية ما العصاق بتاعنا يتشرب عصير الطماطم تمام بعد كده هكون مجاهزة نصف كيلو من المكارونة لسبا جتي بكون سلقها في مية مغلية ومعا على معلقتين ملح ومعلقتين من الزيت معلقتين ملح صغيرين من اللي هم بتوع الشاي وبعد كده هسلقهم زي ما انتوا شايفين وهنزل عليهم بكبشتين من البشاميل وأقلب البشاميل اللي كويس جدا فيها وبعد كده بجاهز الصينية بتاعتي اللي هعمل فيها المكارونة بتاعتنا بدينا بفرشتين من السمنة وبفرش في أرضيتها البشاميل علشان يديها أرضية حلوة كده ولون حلو هفرد بقى على البشاميل اللي فردنا في الصينية طبقة من المكارونة تكون طبقة مش سميكة ولا خفيفة طبقة متوسطة كده تكون حلوة علشان قطعة المكارونة عندي ما تبقاش تخين هنزل بالعصاق بتاعي على الطبقة الأولى من المكارونة وانجع افرد الطبقة التانية من المكارونة اللي اسبكتي بالشكل ده طبقة برضو ما تكونش سميكة ولا خفيفة علشان طبعا احنا لسه هنضيف كمان البشاميل والبشاميل اللي بتاعنا بيبقى سايح كده مبقاش متماسك وبفرده على وش الصينية بالشكل ده شايفين بالشكل ده وابدأ اضيف عليه بقى باقي الجمنة المدسرلة اللي موجودة معايا بتديله لون حلو جدا ويبتديله طعم كمان فهكون مجهزة الفرن على درجة 200 لان كل حاجة عند مستوية يدوبك بس هتاخد لون من تحت ومن فوق تمام وبعد كده هتطلع معايا بالشكل ده طبعا اول ما بتاخد لون من تحت بشغلاش شواية بتاخد لون طحفة زي اللي انتوا شايفينه ده من فوق بعد كده بنقطعها مع بعض ونشوفها مع بعض شايفين بقى لونها عامل ازاي وماشاء الله كانت سايحة كده انا بحب المكارون البشاميل اللي تبقى سايحة بتبقى حلوة جدا اتمنى لو وصلتم معايا لغاية تينا ما تنسوش اللي اشتراك في القناة